بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزيزي طالب السامة العامة اهلا بك. الفيديو ده هو اول فيديو من فيديوهات الخاصة بالترجمة. في الفيديوهات دي هنبدأ نمسك جمل ترجمة السامة العامة بداية من سنة الف وتسعونية وتمانين كده لحد ما نوصل سنة الفين وعشرين. ان شاء الله مرارا وتكرارا هيبطل نقول ونعيد ازاي نترجم واحنا شغالين كده هنتكلم ازاي نترجم وايه اللي ممكن يكون في الترجمة وازاي نتفادل امور دي. تابعني كده كل فيديو ان شاء الله هيكون فيه بالكتير عشر جمل وهنمسك كل جملة نحللها يريدك تطلع على الكلامات الجديدة تكتبها في كاشكولك والتابع دايما. ولو عندك برضو اي سؤال ما تنساش تكتب لي سؤالك او زي ما زمالك بيعمله رسلني على الواتساب او على التليجرام. انا اربعة وعشرين ساعة بكون متوفر وبارد على اسئلة اتباعا. ما تنساش بس تعمل اشتراك في القناة وتعمل شير للقناة مع اصحابك وممكن ترسل اللينك لزميلك علشان الفائدة تعم. تعالوا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول جملة بيقول لي يحذر الاطباء الناس من التدخين از انه السبب في كثير من الامراض. اول سؤال هسأله لك مين الفاعل هنا? وده لازم تسأله لنفسك دايما في الترجمة. الفاعل هنا اللي هو الاطباء. فانت المفروض لما تحب تبدأ في الترجمة لازم تبدأ بالفاعل. الفاعل هنا زي ما اتفقنا هو وبعد الفاعل لازم فعل. الفعل هي كلمة يحذر. يحذر دي اللي اسمها يبقى بيحذر لطباء الناس فالمفعول هو واخد بالك من دي كويس اللي هقولها لك دي ان كلمة يحذر من اسمها فاحنا هنقول وممكن بدل دي نقول او اتنين صح. طيب التدخين طبعا اللي هو اذ انه دي واخد بالك من ما هقول لك عليها ملحوظة مهمة جدا. اذ انه حيث انه لانه كل ده واحد اللي هو وانت بتكتب اوعى تقول لانه سبب وتروح كتب لي سبب يعني وتبدأ بتسرح في الموضوع التاني خالص خد بالك ان هنا بعد لازم جملة سليمة يعني عود نفسك مجرد ما تكتب لازم بعدها فاعل وفعل ومكملات. فهتقول اذ انه يعني اذ انه تدخين يعني السبب يعني هنقول طبعا زي ما انت فاهم او كثير من الامراض كلمة كثير من دي نقول وبعدين الامراض اسمها بس هسألك سؤال هو انا ليه قلت علشان انت هتقول امراض وامراض دي اسم معدول عشان كده قلت الجملة انتهت بس قبل مقلب على الجملة اللي بعدها عايز اقول لك على من الحسن اللي الموجودين فيها. الملحوظة الاورنية انها قلت لي ولو كانت بدأت بدكتور مفرد كنت تقول لي الحاجة التانية انت بتجيب فاعل في اول الجملة. الملحوظة اللي بعد كده ان كلمة ان كلمة دي يعني يحذر وحرف الجرل معها اباوت وممكن اجينست. ولما تنساش ان لازم بعدها جملة سليمة. وعا تنسى الموضوع ده لازم جملة سليمة. تعالى نشوف الجملة التانية. بيقولك في الجملة التانية تبزل الحكومة واقصى جهدها لتمكن المعاطن المصري من مجابهة ارتفاع تكاليب المعيشة. اول سؤال هسألولك بردو كالعادة هو من الفعل هنا هتقول لي الحكومة. الحاجة التانية هو من الفعل اللي هو كلمة واخد بالك ان لما تقول تبزل اقصى جهدها ده مصطلح على بعض كده اسمها او عشان ده فاعل مفرد. تعالى نبدأ زي ما اتفقنا بالترتيب وهنقول الحكومة اللي هي يبقى اول كده حاجة نكتبها زي تبزل قصارى جهدها يبقى هنقول لكي تمكن يعني يمكن من اسمها بس طبعا الطبيعي انك هتقول يمكن مين من يعني يمكن مين المفروض المواطن المصري. لما احب اترجم المواطن المصري والله هبدأ بالصفة الاول اللي هي اجزاء ايجيبشن زي ايجيبشن وكلمة مواطن دي اللي هي وبعدين اخد بالك انت دائما بتترجم حرف الجر مع الفعل بمعنى في الجملة الاولينية دي كنا بنقول يحذروا من قلنا نفس القصة في الجملة التانية هنا لما تيجي تقول لي آآ لتمكن من كلمة يمكن من اسمها يبقى تاني لكي مو جابهت وانت بتترجم خد بالك ممكن تلاقي كده فازلكات في اللغة يعني مسلا كلمة يقول لك قابلت فتاة فتاة دي يعني بنت هتقول طيب لما يقول لك مجابهة يعني مواجهة وكلمة يواجه يعني يبقى ارتفاع تكاليف المعيشة هتقول المعيشة اللي هي انت عارب اصلا ان كلمة دي معناها تكاليف المعيشة عايز قبل ما قال لي مع الجملة التالتة هقول لك على كده ملحوظة كده اولا انك المصطلح يعني يبدو القصارى جاهده واخد بالك انت بترجم الفعل وحرف الجر الخاص به مع بعض يعني لو عايزين يساعد فيه طب يحذر مني يبقى طب يمكنه مني يبقى انابل او عتقول لي من يعني فروم هنقول لحرف الجر اللي معها تو في الجملة التالتة بقى بقول لك يتسلم الكتاب والعلماء والمفكرين جوائز قيمة كل عام في عفل كبير يحضروا هزا الحفل رئيس الجمهورية دي تسلمهم الجوائز بداية لو سألتك حوا من الفاعل هتقول لي الكتاب هقول لك لا الكتاب بس مش الفاعل لو ما قد لك هو مين يبيتسلم هتقول الكتاب والعلماء والمفكرين فانت قدامك تلات كلمات هما الفاعل. هو الفاعل ينفع يكون اكتر من كلمة. الفاعل ده ممكن يكون سبعين كلمة. هو السياق اللي قدامك كده. فهنا في الجملة دي الفاعل هما الكتاب والمعلماء والمفكرين. فلما حب ترجم لازم ابدأ بالفاعل فهقول الكتاب الاول اللي هما ما هو انت عارف اصلا. الواحدة الاولى اصلا اسمها لما قلنا نحللها قلت لك يلعب يعني بلاي ولاعب بلاير طب يكتب وكاتب وهو عايزك تجيبها جميع فهتقول كما العلماء والمفكرين خد بالك كلمة يفكر يعني ومفكر يعني فعشان كده هتقول ما لهم الجماعة دل كلهم كده قال لك يتسلم يتسلم دي اللي هي اسمها يتسلمون جوائز قيمة خد بالك لما تحب تترجم كلمة جوائز قيمة هنبدأ بالصفة وبعدين نروح للموصوف علشان كده هنقول وقيمة جوائز دي اللي هي كل عام في حفل كبير فهتقول بقى خد بالك انت بتقول حفل كبير فتبدأ دايما بالصفة وبعدين الموصوف والحفل اللي هو يبقى انت قلت كده في حفل كبير ويحضروا هذا الحفل خد بالك انت كده بلقت جملة تانية فهتحطوا نقطة كده وتكمل بيقولك يحضروا هذا الحفل رئيس الجمهورية ليسلمهم الجوائز هو من اللي بيحضر الحفل ده رئيس الجمهورية ويبقى الفاعل هنا في الجملة دي هو رئيس الجمهورية فعشان كده هنقول يعني الرئيس طب مش هنكتب كلمة الجمهورية وعلى فكرة هو انت لما تقولي The President انا فهمت ان هو رئيس الجمهورية اكيد مش محتاج انك تقولي مالك المملكة ورئيس الجمهورية زي بالظبط لما نيجي نقول مسلا Friday ما تقولش Friday day لا ما هو Friday داي معروف ان يوم الجمعة ما تقوليش بقى Friday day ونفس القصة برضه لما تحب تقول رئيس الجمهورية ما تقولش The President of the Republic الاحتفاس انك تقول The President بس ليسلمهم كلمة لكي يسلمهم دي اللي هي تو خد بلك لما تكون في الجملة حرف اللام اللي هو معنى يعني كي يعني مسلا لي اتعلم لآكل يبقتوا ايه? طب ليه يسلمهم? يسلمهم يعني يعطيهم يبقتوا زم لكي يعطيهم الجوائز يبقى ذا براي زيس. وخبرك انا قلت لك ذا هنا لاني اصدق على جوائز معينة اللي بسلمها الرئيس. في الجملة دي انا اقول لك على ملحوظة اولا انك انت لما يكون الفاعل جمع لما يكون الاسم جمعي في الجملة خلي جمع زي ما هو ما يقول لكش الكتاب وتروح انت كتبها الرايتر. هو قال لك الكتاب فانت والعلماء لازم الاسماء تكون جمعي زي ما هو جايبها في السياق جمع. خبالك لما تحب تترجم صفة موصوف نبدأ بالصفة وبعدين نروح للموصوف زي ما عملنا في جوائز قيمة بدأنا بقيمة الاو. وزي برضو ما عملنا في حفل كبير بدأنا بكبير الاو. الحاجة التانية برضو لما تقول لي جملتين مع ربعة فتعمل حسابك ان كل جملة لها فاعل مستقل. ولازم اكتب الفاعل والفعل والمكملات زي ما هم مكتوبة قدامك. الجملة التانية بيقول لك لقد اثبت الاطباء. ان ما اللي يدخلون مطلقا. يعيشون حياة اطولة واكثر صحة. ولهذا تناقص كثيرا عاد المدخني. تعال نبدأ من اولها كده من اول الجملة. هو في الجملة دي مين الفاعل? هتقول للاطباء. فعشان كده هروح اناكتب لك كده اول كلمة. دكتورز. وقول لك الاطباء اثبتوا. يعني عشان كده هنبدأ الجملة بالفاعل اللي هو دكتورز. وبعدين هنقول اسبتها. اسبتها دي يعني فهنقول هتسألني سؤال هو انت رجمتها مضارع تام? هقول لك احنا متفقين ان لو الجملة مكتوبة قدامك ماضي زي كده وما فيهاش ظرف يدول على زمن الماضي فاعملها مضارع تام. بمعنى فاكرا لما قلنا زهابتوا الى القاهرة نعملها ايه دي? مضارع تام. لكن لو قلت لي زهابتوا الى القاهرة يوم امس او بالامس ده ماضي بسيط. نفس القصة هنا هتقول لي يعني العلماء اثبتوا ان من لا يدخنون خد بالك بقى عشان اقول لك على فكرة كده وبعدين نكتبها. لما تحب تقول لي آآ من لا يأكلون هتقول لي طب من لا يلعبون طب من لا ينامون يبقى طب من لا يأكلون هتكون طب تعني اكتب اللي قدامنا دي كده من لا يدخنون يبقى يبقى يعني وخد بالك طبعا زي ما انت عارف ان كلمة مطلقا دي اللي اسمها على الاطلاق يعيشون حياة الاطول يعيش اللي هيلف ده الفعل طيب خد بالك هنا في حتة تانية برضو وهو بقول لك يعيشون حياة حياة الحياة دي لها صفتين يعني هي اطول واكسر صحة طبعا طويل زي ما انت فاهم طول لكن اطولة يبقى طولر طب صحيح يعني يعني طب اكسر صحة يعني وخد بالك احنا هنجيب الصفتين الاول وبعدين الاسم يعني بتنترجم دول الاول وبعدين نروح لحياة وبالتالي هنقول اللي هي اطول يعني طيب هو انا مش ممكن اقول في الجملة دي مش ممكن اقول لما ينفعش خد بالك الصفة قصيرة المقطع ما ينفعش نستخدم معاها مور حزين ساد احزن من يبقى سادر لكن ما ينفعش نقول مور ساد زان طيب فعشان كده قلنا لذلك لذلك سو تناقص كثيرا عدد مدخنين انا اسألتك وقلت لك هو ايه اللي تناقص هتقول لي عدد مدخنين عشان كده هتقول لي ده نمبر الاول تبدأ بالفعل زي ما اتفقنا زي نمبر يعني عدد المدخنين ما له عدد المدخنين ده تناقصة واخد بالك كلمة تناقصة يعني هتقول السؤال بقى في الجملة دي عايز اقول لك على كازا ملحوظ الاول بداية انت لما حبيت تترجم كلمة اطول واكثر صحة اللي هم مين يا تارى اللي هي الحياة فبتكتب الصفات الاول وبعدين الموصوف الحاجة التانية واخد بالك ان كلمة يعني يعيش لكن كلمة دي معناها حياة واخد بالك ما ينفعش تقول ابدا ما تنفعش تقول الصفة دي قصيرة المقطع فما ينفعش نستخدم معها اللي بعد كده برضا عايزك تقول لي تعرف ان كلمة يعني مطلقا احنا بنحلل الجملة بكل ما فيها ويريتك كشكولك معاك وتكتب الجملة بقى الخمسة دي جمدة جدا بقول لك يعتبر نهر النيل مصدرا للرخائش لشعبي مصر والسودان علشان نتركب واحدة زي كده برضو لازم نبدأ بالفاعل اللي هو مين يا تارى اللي هو نهر النيل وانا عارف ده من زمان وحافظ ان كل المجال المائية تاخد معاها زا ما عدا البحيرات البحيرات ما نستخدمش معاها زا عشان كده بقول لك زا نايل وزا ريفر نايل زا سي زا ميترانيان سي زا ريدسي كلهم معاهم زا لكن لما تحب تقول لي بحيرة ناصر بتقول ليك ناصر مباشرة من غير زا الحاجة التانية اللي عايزك تعرفها انك لما تحب تقول كلمة يعتبر دي اسمها وممكن نترجمها تعال نكتب الكلام ده الاول عايزين نعرف كده الاول ان كلمة دي معناها يعتبر بتساوي مكانها وعالها مش بقى بالمرة كده كلمة دي معناها يعتبر وكلمة دي معناها ملحوظ بشكل ملحوظ اترت كلمات دول يا ريتك تتعلمهم الاول قبل ما تعرف الجملة هترجم ازاي الملحوظة التانية اللي عايزة تعرفها برضو ان كل الدول ما تاخدش معاها زا الا ازا كانت دولة مركبة يعني احنا بنقول لي يا سيدي زا هتقول لي انت خدت ازاي هنا ليه هقول لك علشان دي دولة مركبة يعني ايه اسمها بيتركب من كلمتين او اكثر زي برضو لما تقول لي برضو زا زا هو انت خدت لي هنا زا ليه قبل اسم الدولة هقول لك لان دي اسم مركب من كلمتين اتنين وعايزة لفت انتباهك سواء قلتها او زا كده كده هنستخدم معها زا طب عايزة اقول لك مصر هتقول لي ايجبت مباشرة طب فين الزا ما ناخدش زا لان ده اسم غير مركب بس اخد بالك دول زي دولة زا زي سودان بنستخدم معها زا علشان كده بنقول زا سودان ده بداية كده قبل ما نبدأ نحل نحل الجملة دي ازا احنا اخدنا الملحوظات المهمة الحاجة التانية بقى عاية بتعرف ان كلمة شعب هو في الجملة بقول لك يعتبر نهر النيل مصدرا للرخاء لشعبي كلمة شعب يعني عشان كده انت لما تحب الترجم للجملة دي هتقول كلمة بمعنى شعوب زي ما هو جايبها شعبي يعني طيب تعني نترجم بقى ونمسك القلم كده ونكتب يعتبر نهر النيل فهنبدأ الجملة طبعا بداية بالفاعل بالفاعل اللي هو يبقى انت المفروض تكتب ذا يعتبر دي زي ما اتفقنا هنقول او اللي انا حاب استخدمه انا حر اي واحدة من الاتنين الاتنين صح يبقى مصدرا يبقى دي كده على بعضها معناها مصدرا هو بقول لك في الجملة مصدرا للرخاء يبقى لي شعبي يبقى انت قدامك حل من الاتنين هتقول لي زا سودان زا سودان زا بيبلز او ايجبت يا طرح هقول ايجبت عن سودان لأ اقعد تقول ايجبت عن سودان قول ايجبت ذا سودان لازم نقول زا او طبعا ما هو سودان دي من الدول اللي بتاخد زا طب دي طريقة الطريقة التانية هتروح اقيل لي كمان طريقة هتكون والتلات طرق يبقى صح وكلهم زي الفل تعال بقى ندخل على الجملة اللي بعد كده اللي هي بيقول لك في الجملة دي من الطبيعي ان تكون لمصر علاقات قوية مع السودان الله مع السودان استنى استنى انا فاكر كويس منحوظة هنا بالنسبة لكلمة السودان دي اسمها زا سودان وفي منحوظة كمان قلناها في فيديو شرح القواعد لو فاكر الفيديو اللي كان اسمه حس الترجمة كنت بقول لك لما تلاقي في الجملة من وبعدها صفة اعمل حسابك ان ترجمتها هتكون صفة مفعول والمصدر فاكر دي انا بعايز اقول لك من السهل لعمر ان يحل السؤال هتبقى الصفة هناك كلمة سهل يبقى بالنسبة المين بالنسبة لعمر يبقى المفعول عمر يبقى من الصعب لك ان تأتي مبكرا طب مات يلا نشوف الجملة اللي قدامنا كده وهي الاولى من الطبيعي ان تكون لمصر علاقات قوية كلمة طبيعية يعني طب انا عايز اقول من الطبيعي ان يكون لمصر يبقى هنقول طب بالنسبة المين يا ترى بالنسبة المصر وبعدين ان يكون يبقى ايه ان يكون لها ان يكون لها يعني ان يكون لها علاقات قوية خد بالك في ملحوظة هنا علاقات قوية قوية صفة للعلاقات وبالتالي هنقول وكلمة علاقات يعني يبقى مع اللي هي وسودان زي ما اتفقنا هنقول زا سودان ما تنساش يا شاطر انك في السياق ده لازم تحفظه صفة المفعول طب انت يا مصر ليه قلت مش هو بيقول لك ان يكون ويكون دي يعني بيه هقول لك انت في الجملة اصلا يكون له يعني 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 مسلا عايز اقول لك يجب ان يكون لك كتابا يبقى طب يجب ان يكون لك قلما يبقى طب لما لو الجملة ان يكون لي مصر يبقى علاقات قوية وبكده هنكون خلصنا اول ست جمع تعالى ندخل عن اللي بعدها يقول لك ان الضوضاء التي تسببها المدنية الحديثة تؤثر تأثيرا سيئا على سبعين اخد بالك في كم منحوظة كده قبل منبدأ نترجم بداية الفاعل هنا في الجملة دي الضوضاء وضوضاء يعني طب انا يا مستر لما ترجم دي هقول ولا في الجملة دي بالذات هنقول طب ليه حددناها لانه اصلا بيتكلم على ضوضاء معينة لو قال لك الضوضاء تضر بالانسان فهنقول على طول طب الضوضاء التي يسببها التلفاز هو كده حدد لك نوع معين من الضوضاء فعشان كده هتقول طيب المدنية دي مقصوب بها الحضارة فعشان كده هنترجمها طيب الحديثة اللي هي طب كلمة يؤثر على يؤثر على دي اسمها او ممكن نقول وممكن نقول طيب في الجملة دي همستر بقول لك قالات تسببها للحال مدنية حيث تؤثر وتأثيرا تأثيرا دي تعرف باللغة العربية مفعول مطلق واحنا متفقين من زمان اتفقنا قبل كده ان ما فيش حاجة اسمها مفعول مطلق المفعول مطلق في اللغة الانجليزية لا يترجم بنستخدم بدلا منه ظرف يعني بنقول مكانها مسلا كلمة طيب وعلى سمعينا سمعينا اللي هو تمت يلا نترجم يلا نترجم ان الضوضاء اللي تسببها المدنية الحديثة هنبدأ زي ما اتفقنا في اول الجملة بكلمة التي تسببها الضوضاء الحديثة التي يعني ذات هو من اللي بسببها الضوضاء يعني من الفاعل الضوضاء عشان كده هنقول ذات آآ من الفاعل المدنيا الحديثة سوري فهنقول ذات تسببها كوزيس كوزيس ولا كوز يا مستر له هنقول كوزيس تبليه مع عشان الضوضاء اسم مفرد اصلا الضوضاء لا تعد يبقى ذات مو درن كوزيس ملهبة تؤثر تأثيرا سيئا يعني هنقول قلت لي استخدم زرف بدل المفعول مطلق خلاص هنقول لانه اصلا قال لك سيئا على سمعنا يبقى هتقول والسامع اللي هو تستنى يا مستر في حاجة انتقلتها ايه هي يا سيدي هتقول لي حرف الجر ما هو يؤثر على المفروض نقول هقول لك لا خد بالك لو استخدمت ما تستخدمش بعدها حرف جر اطلاقا عايز تاخد حرف جر قول خلاص قول وهنا خد براحتك وينفع طيب ازا انت لو عايز تقول مسلا التلوز يؤثر على الانسان هتقول او ممكن اقول ده مفرد اه الملاحوظات اللي في الجملة دي قبل ما نسيبها وننزل خد بالك رقم واحد قلنا زيه لانه بيقول لك على ضوضاء معينة اللي هي في المدنية الحديثة الحاجة التانية كلمة دي اسم اللي يعاد يعني دايما المفرد متقولش وجمعها لا طيب انت هنا خدت ذات ليه لان دي اسمه فاعل او مفعول غير عاقل ناخد معهم ذات المدنية يعني تسبب طيب الجملة دي انتهت تعال ندخل على الجملة اللي بعدها يقول لك علينا ان لا نزعج المرضى او الطالبة الذين يستذكرون دروسهم وذلك بمراعاة الهدود بداية كده في الجملة دي يجب علينا ان وعلينا علينا ان لا فاحنا ممكن نترجمها براحتنا وكده بس اقوى المعاني هنا زي ما انت واخد بالك ان احنا نقول عشان هو بقول علينا فهنقول في الجملة بيقول لك علينا ان لا يعشان كده قلنا طب كلمة يزعج دي اللي اسمها يبقى مين لا نزعج المرضى المرضى اللي هما اسمهم والطلاب الذين يستذكرون دروسهم اللي هما الطلاب اللي هما واخد بالك بقى انت بتقول للمرضى او الطلاب الذين يسكنوا دروسهم يعني يستذكرون دروسهم يبقى دروسهم اللي هي وذلك بمراعاة الهدوء قدامك طريقتين. ممكن تقول مباشرة وممكن تقول اخب بالك يعني يبقى هادئا. او بدلا من دي بس انا عايزك تاخد بالك من حكتين كده اولا من كلمة عشان كده ما بقولش بنقول ثانيا قبعة تنسى وانت بترجم تقول علينا فتقول لازم تبدأ بالفعل الاول اي جملة في الانجليزي لازم نبدأ بالفعل ودي اكبر من اكتر الاخطاء اللي بنقع فيها في كتابة البريغراف انه لما يجي مساء هنيقول لك يجب على الحكومة المصرية تلاقي نفسك بتكتب دي مصيبة لازم تبدأ بالفعل اللي هو دي مصيبة حاجة تانية كلمة دي اسمها المرضى اللي هم والطلاب طب ليه هو يا مستر عشان انت بتكلم على مرضى وطلاب هم الاتنين عاقل طب ما ينفعش هم لا والله ما ينفع لانك بتتكلم على الاتنين فاعل والفاعل بيستخدم معه طيب كلمة يستذكر دي يعني يزاكر وانا قلت لك قبل كده ممكن يكون في تلعب بالالفاظ في الجملة فتتلخبط زي ما قلت لك فتاة اللي هي بنت ولم يقول لك موجة باهت اللي هي مواجهة وكلمة يواجه يعني في اس في اس او لو فاكر طب يستذكرونا دي اللي هي طيب ونكمل بقى زي ما اتفقنا باقي الجملة الجملة اللي بعد كده يتسعى الحكومة الى توفير احتياجات الشعب بكل السبل وهذا يستلزم وزيارة الانتاج تعال نحلل الاول زي ما اتتفقنا وكعالتنا اللي هي ان احنا نمسك الجملة حلال الاول بقول لك تسعى الحكومة كلمة ياسعى دي يعني يحاول حاول يعني دايما ترجم الجملة بالمقصود مش المكتوب بمعنى كلمة ياسعى اصلا يعني يمشي في القوان الكريم وجاء من اقصى المدينة الرجل يسعى يعني رجل ماشي لكن هنا في الجملة دي تسعى الحكومة يعني الحكومة تحاول فعشان كده هنترجم تسعى دي يعني طيب كلمة يوفر دي اللي هي احتياجات تعال بقى نشوف موضوع احتياجات دي كلمة الاول يعني يحتاج طب لما نقول دي معناها احتياجات ولما نقول اللي هو محتاج وعشان كده لما نقول الناس المحتاجين هتقول زا نيدي وممكن نقول نيدي بيبل طب ما ينفعش نقول يا مستر نيدي بس كده بمعنى المحتاجين هقول لك لأ فاكر لما قلتلك ان اي صفة اي صفة عايز تخلها اسم جمع تضيف قبلها زا زي ما كنا بنقول فقير بور طب الفقراء ذا بور وعندي في الوحدة الاولى يعني معاق ولما اقول زا يعني المعاقين طب يطر زا طبعا على طول طيب قولك تسع الحكومة لتوفير احتياجات الشعب بكل سبل وهذا يا ستالزيم وزيارة الانتاج عشان كده هنقول نبدأ بالفعل الاول اللي هو مين الحكومة الحكومة دي اللي هي فعشان كده هنكتب تحاول اللي هي زي ما قلنا كلمة يوفر دي اللي هي اسمها كلمة يوفر او يزود بي اللي اسمها طيب توفر لمين للناس وكلمة زي ما اتفقنا ناس وشعب آآ بكل بتوفير احتياجات الشعب يبقى زير انت قدامك اختياري انك تقول زير وممكن تقول حاجة من الاتنين يعني تبقى الجملة كذا او اي واحدة من الاتنين لاتنين صح. بكل السبل الممكنة ده مصطلح على بعض كده اسمو ده معناها بكل السبل الممكنة بكل الطرق الممكنة. وهذا يستلزمو. حط نقطة كده عشان انت هتكتب جملة تانية فهتقول كلمة دي او يطلب اسمها وهذا يستلزمو زيادة الانتاج عشان كده هنقول الانتاج اللي هو اسمو ودعا نحط النقطة ونحلل من الاول تاني علشان اقول لك على ملحوظات دي على فكرة لو انت استعمل لو سمعت لك تلات جمل بس في الفيديو وفهمت اللي فيهم كله ده كفاية عليك. تسع الحكومة الى توفير خدنا اتفقنا ان كلمة تسعيني تحاول عشان كده هنقول طيب انت يا مستر ليه قلت ليه عشان اقول لك الحكوم واخد بالك دي من اكبر الاخطاء وانت بترجم لما يكون الفعل مفرد ضيف اسم ما تنساش. واخد بالك بقى في منحوظة تانية عايز اضفها لك برضو هنا ان احنا قلناها برضو في فيديو التوضيح الفرق بين الكلمات فاكر لما كنا بنقول دي ممكن نستخدمها بشكلين. ممكن نقول بمعنى يوفر بمعنى يزود. كنا بنقول شيء شخص وكنا بنقول شخص شيء فاكر فاكر لما كنا بنقول ان يزود المصريين بالمياه كان ممكن نقول ايه اللي احنا عايزين نوفره المياه عشان كده او بروفايد ايجيبشنز وووتر. طيب. آآ بكل الطرق الممكنة اسمه باي اول بوسيبل مينز كل اخد بالك كلمة مينز دي معناها سبل او طرق. وهذا ياس تلزمه لا تطلب اللي هو زيادة الانتاج. تعال بقى نشوف بعد كده اخر بملة في الفيديو ده اللي هي رقم عشر. بقولك يجب ان نتحد ونقفه كرجل واحد خلف رئيسنا المحبوب. الذي يعمل في صمت من اجل رخاء من اجل رخاء نصر. تعال كده نبدأ بالفعل دايما زي ما اتفقنا لما نقول يجب ان اتحد هو مين لها اتحد. اكيد نحن فعشان كده الفاعل في الجملة دي هيكون وي. يجب وان اتحد يعني مفروض نقول وي شود. كلمة ياتحد دي اللي اسمها يو نايت. خد بالك عايز اقول لك على تات على فروق بين اكتر من كلمة. اولا كده. كلمة دي معناها ياتحد. ده فعل. طب كلمة دي وحدة. بس خد بالك الوحدة الاولى في الكتاب الوحدة التانية الوحدة التالتة الوحدة الربعة فنقول طيب املء الوحدة اللي بين العرب وبعضهم اسمها دي كده الوحدة. وهنعتبر مسلا زي نظام الوحدة الوطنية مسلا. طب بلك بقى. افتح كتابك على اونت ون. ازن المستر عايز كلمة دي ولا كلمة يونت. الوحدة الاولى في الكتاب يبقى يونت اللي هي دي. طيب الوحدة بين المصريين وبعضهم البعض يبقى نقول يونتي. طب كلمة ياتحد اسمها يونايت. طب هنا في الجملة بقى يجب ان ياتحد يبقى وي شود يونايت. ونقف طبعا وانت عارف ان كلمة يقف دي اللي هي اسمها طب استاند ولا ستوب يا مستر هقول لك بص لو انت ماشي. وقفت مرة واحدة فنقص طب. طب لو انت بتقول واحد قاعد بتقول له آآ لازم نقف مع بعض كده. تمام خلفة خب بالك كلمة خالفة دي اللي هي اسمها رئيس هنا المحبوب. ازن في صفة وموصوف فهنبدأ بالمحبوب الاول. وكلمة المحبوب دي اسمها ورئيس طبعا زي ما اتفقنا بري زي دينت. الذي يعمل. الرئيس ده عاقل فهنقول هو وكلمة يعمل دي اللي هي اطار هنقول ونسكت او تقول لي لا طبعا يا مستر ما هو الرئيس ده مفرد فنقول وما تنساش الحاجات التكاتس البسيطة دي عشان هبتعمل مشاكل في التصحية. في صمت طبعا في يعني ان. وبعد ان دايما بنجيب اسم. عشان كده هنقول ان سايلانس. وكان ممكن نقول سايلانت لي. يبقى قولنا كده هوركس سايلانس ان سايلانس. لاجل دي اللي هي فور زا سيك اف. وكان ممكن نقول فور من غير دي. بس ده مصطلح فور دا سيك اف معناها على بعدها كده مصطلح بمعنى لاجل او من اجل رخاء مصر كلمة رخاء دي يعني زا بروس بيرتي اف ايجيبت يبقى دا بروس بيرتي اف ايجيبت. بكده نكون انتهينا من ترجمة العشرة جمل. اتمنى ان الفيديو ده يكون من قفادكم. على فكر عشرة جمل حليناهم في وقت تقريبا كده خمستاشر دقيقة. ده لان احنا بنمسك كل جملة ونحللها. اتمنى ان المجهود ده يكون مفيد ومثمر. يا ليت ما تبخلش باللايك على الفيديو وتعمل المشاركة للفيديو مع اصدقائك. ويا ليت تاخد اللينك بتاع الفيديو وتبعث لاصدقائك حتى لو في رسالة قصة عشان تستفيد وغيرك يستفيد. لو عندك اسئلة او عندك تراح لترجمة تانية غير الترجمات دي ابعث لي وانا هشوفها وقول لك هي مضبوطة ولا فيها حاجة. بالتوفيق ان شاء الله. ده الفيديو الاولاني. استنى فيديو التاني هيكون فيه من جملة احداشر لحياة الجملة عشرين.